رياح التغيير تهب على الجيش الإسرائيلي فبعد سنوات اعتمد فيها الجيش على القصف عن بعد سواء من الجو أو من البحر أو من البر غير الجيش من استراتيجيته الفكرة السائدة حاليا في الجيش الإسرائيلي ضرورة التقليل من الاتماد في الحسم على أسلحة الجو المدفعية والبحرية والتركيز أكثر على القوات البرية تغيير جاء بعد إدراك القادة الأمنيين أنه يستحيل حسم المعركة مع عدو بقوة حزب الله عن بعد وأن لا مفر من النزول إلى الأرض من أجل إخطاعه على عكس فصائل غزة من أجل حسم المعركة برا لا يمكننا فقط الاعتماد على الجيش النظمي وبالتالي فإننا نتواجد حاليا في ذروة تهيئة جنود الاحتياط كذلك تهيئة تعني تجنيد الميزانيات والتدريب وبناء مناطق لإجراء المناورات وقوى عاملة ومجتمع متقبل والمزيد من الأمور حزب الله لا يخفي رغبته باحتلال الجليل وإسرائيل تأخذ تهديداته على محمل الجد بل ولا تستبعد عن يحدث ذلك في المعركة المقبلة لكن المصدر العسكري يؤكد أن هذا ليس السيناريو الأسوأ مردفا أن باستطاعة قوات المشال الإسرائيلية تحرير الجزء المحتل بسرعة وإبادة قوة ردوان الغازية وفق تعبيره السيناريو الأسوأ وفقا للجيش الإسرائيلي في المعركة المقبلة مع حزب الله انتهاؤها غير محسومة لصالحه حسم يتعهد الجيش الإسرائيلي أن يكون هذه المرة عبر القوات البرية رغبات حزب الله لا تهمنا نحن لدينا رغبة واحدة على ما يبدو فأن حزب الله لن يبقى بعد المعركة القادمة هذه ليست رغبتنا فحسب بل هذا ما سنفعله وفي رده على سؤال حول كيفية التنفيذ أوضح المسؤول العسكري أنه سيتم عبر ثلاثة أمور أولا التقدم داخل الأراضي اللبنانية من خلال استخدام أكبر قدر ممكن من القوة وثانيا العمل بشكل أكبر مع معدات وأسلحة متطورة رفض الكشف عنها وثالثا التكيف بأساليب القتال مع البيئة اللبنانية جغرافيا ومناخيا وخصوصية حزب الله يعود آخر ظهور للقوات البرية الإسرائيلية إلى ما قبل ثماني سنوات غياب دفع أعدائها للتشكيك بمدى قدراتها ولكن المشال إسرائيليون يؤكدون أنها قدرات ستفاجئ حزب الله بالمعركة المقبلة عمر ربيع الحدود الإسرائيلية اللبنانية